موسيقى زي حضراتكم عاملين ايه كل خير يا رب كون كل خير بإذن الله طيب أكبر تدفق رأس مال أجنابي مباشر في تاريخنا الاقتصادي أو تاريخنا الاستثماري وده اللي حصل في مسألة رأس الحكمة فأصبح في عندنا ضخ استثماري من النقد أو بتاع من الاستثمار الأجنابي المباشر نتيجة اتفاق عملاق زي اتفاق رأس الحكمة رائع جميل هل في قدامنا كمان مشروعات أخرى في الطريق زي ما يتقال في البايبلاين ده مما لا شك فيه في بعض الأحاديث أو الأنباء اللي حبيت تسميها بالطريقة دي عن إنه في قرب إنهاء اتفاق أو التوقيع النهائي على اتفاق مش عايز نسميها إنهاء الحسن نستفتك إنه هيتلغي لقدر الله قرب التوقيع على اتفاق مع الصين لإقامة منطقة صناعية كبيرة على البحر المتوسط هل في تاني ده اللي احنا هنسأل عليه على أهم الفرص الواعدة في مصر عوائد الاستثمارات المنتظرة والمجالات المتوقعة خلال الفترة المقبلة قولوا إن شاء الله كل الترحيب بضيوف الأعزاء داخل الستوديو سيادة النائب أحمد سامير زكريا عضو لجنة الاستثمار لا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إزاي الصح أهلا بيك كله تمام عمل ليه كله حلو كله تمام دكتور يوسري الشرقوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفريق قم نورنا دكتور دي نورك كله حلو كله تمام يا رب دايما الدكتور يوسري المتفائل سيادة النائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة الاولويات والاستثمار العامة الاستثمار العامة بالحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ منوارنا يا أهلا بيك قولوا كويس شكرا بيك طيب أنا هستأذن هسأل الأول دكتور يوسري على أهمية مسألة توقيع الاتفاق مع الصين على إقامة منطقة استثمارية كبرى على حوض البحر الأبيض المتوسط وكيف يكون ذلك داعما للاقتصاد الإفريقي ككل طيب في البداية الفكرة كلها لما سمعنا على التوقيع الخاص بمنطقة صناعية صينية كبيرة وده يمكن تزامن بعد كام يوم من صفقة الرأس الحكمة وهي دي صفقة يمكن تنمية عمرانية سياحية شاملة مستدام احنا هنا قلنا ايه قلنا محتاجين أو أي دولة تبني اقتصاد مستدام بتوزع القدرات الانتاجية فجاز من استثمار الأجناء بالمباشر زي ما هيكون في مشروعات تنمية سياحية وعمرانية لازم يكون في مشروعات صناعية أو انتاجية بتعزز القدرات الانتاجية لجمهورية مصر العربية تعيز القدرات الانتاجية أول حاجة بتعود عليك أنه انت لو في سطل البحر الأبداي بتوسط فانت في مواجهة أوروبا مواجهة أوروبا يعني ايه؟ يعني سوق كبير جدا وتقدر من خلاله تستهدف كل الأسواق الأوروبية اللي المنتج الصيني موجود فيها وعمل فيها نتائج كويسة جدا وممكن تكون محطة أو مركز لوجستي لسلسل إمداد جديدة للقرى الأوروبية في الواجهة الآخر من النهر قرى أفريقيا فالبحر المتوسط ممكن من خلاله أيضا مع التوسع في التعامل التجاري والتبادل التجاري اللي بيننا وبين دول الشمال الأفريقية وأيضا دول الجنوب الأفريقي واستغلال التمدد الصيني الاقتصادي الموجود في عمق القرى الأفريقية ومطلقا من منطقة زي منطقة جمهورية مصر العربية وتحديدا الاستكمال الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمحافظة مارس المطروح أنت هنا تتحدث عن مشروع طاقة عملاق دولي للطاقة النووية في الضبع وتحت في الجنوب هتشتغل على مشروع مستقبل مصر الزراعي والدلتة الجديدة مناطق صناعية حديثة ثم المناطق اللي متعلقة بالسياحة جديدة بقى زي سياحة اليوخوت والتنمية السياحية في مناطق عمرانية متكاملة علشان تدي مجتمعات عمرانية متكاملة مستدامة سنوية مش موسمية فالمنظومة دي يشغلها ويحسن الدخل فيها ويعمل فقا استقرار مناطق صناعية يبقى مناطق صناعية وتحديق مناطق زراعية في مستقبل مصر والدلتة يبقى هنا تضمن انك تحقق هدف استراتيجي في رؤية مصر 20-30 ايه هو بقى الهدف ده ان ينتقل المصريين من العمل والمعيشة على 5% من مساحة مصر الى اكتر من 30% يبقى انت بتحقق اكتر من 7 او 8 اهداف في معادلة واحدة وهي انك تجذب استثمار صناعي تنمي استثمار زراعي بتاخد استثمار بينقذك اللي هو استثمار التنمية السياحية والعمرانية وهنا تقدر تحقق معادلة تنموية شاملة في هذه المنطقة وتقدر تزود وتضعف رقم الصادر الخاص بك هايل جدا هنا اروح لسيادة النقب محمود سامي وتسائل على باعتبار انه هنشتغل بقى على اوليوات الاستثمار انا بدأ يدخلي ده تدفقات مالية نتيجة اتفاق الضبع اه اتفاق الضبع نتيجة اتفاق رس الحكمة وارد جدا انه تحصل لي تدفقات اكتر من كده بالرؤية اللي كان بيتكلم فيها دكتور يسر الشرقاوي انا هنا اتصور بانه الدولة عندها خطة كبيرة للمزيد من التوسع في الانتاج الصناعي مش بس تجارة انا عايزه يصنع عندي هنا وانا عايزة وطن كمان تصنيع ووطن تكنولوجيا التصنيع هي طبعا اه يعني الصفقة اللي تم الاعلان عنها هم جدا زي ما احناك قلت كده يعني طبعا من اكبر صفقة سمار مباشر يعني قتت مصر احنا جايز دي رقم اللي احنا بنحققه في سنتين تلاتة يعني خلال الفترة اللي فاتت دي كلها يعني ليه طبعا تبعات اقتصادية ايجابية جدا على الاقتصاد لكن زي ما حاجة بتقول كده يعني هي جايز تكون نقطة بداية لطبيبة اللي هي المرحلة التانية من القطة الصلاح الاقتصادية يعني هي لازلت برضو هذا الامر بيتمحور حول السسمار اللي هو العقاري او الريعي او غيره لكن الاستدامة الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي هي بقى يعني متوقع ان الحكومة يعني هيكون عندها تفاصيل كتيلة عشان ما خشش في الداتش ديزيز ما خشش في المرض الهولاني يعني هو ده اللي حضرتك بتقوله بالزبط يعني الازمة دي اللي مرنا بيها المفروض علمتنا الحكومة طبعا يعني في كل مؤتمرات الصحفية من اول الازمة لما حصلت لروسيا الاوكرانية حطت لنفسيها منديت بما فيها يعني اولويات الاستثمارات العامة التركيز على الاستثمار الحقيقي اللي هو الريل اكانومي دي تعتبر يعني دفع قوية جدا اللي تتوزن سعر الصرف لانه اسمار الاجنابي المباشر كان مشكلته الاساسية وجود تعدد سعر الصرف الرقم اللي اتحقق ده ممكن مع دخول كمان تدفقات اخرى من بعض الصفقات اللي هي متدولة برضو من خلال السعودية او القطر او من حتى خلال المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مواضيع الهايدروجين الاخضر واستثمارات المتوقعة في هذا المجال ده هيحقق لك اللي الاحتياط يزيد من 35 اتمنى اللي هو هيوصل ل 55-60 مليار دولار ده يعمل توازن كبير في سعر الصرف فبالتالي يعني السويس السوداء ابتدت طهبة وصلت ل 45 متوقع بابدى ان البنك المركزي ياخد خطوات كمان للتحريك بحيث الاتنين يعني يتقابلوا في نقطة التوازن واحدة اللي احنا دايما كنا بنقول عليها هو امتى هيكون عندنا سعر واحد او امتى يتوازن هو ده التوازن اللي احنا بنتكلم عليه عندما تتوازن يبتدي بقى الاستثمار الاجنب المباشر بقى اللي احنا يعني نستهدفه يأتي وحتى الاستثمار المحلي يبتدي يستقر لانه مستلزمات الانتاج قد تكون متاحة يعني بعض يعني تأخر كبير يعني ووقفة كتيرة في المواني منها فبالتالي احنا هل كده لطحنا هل علينا اللي احنا نستكين لا ده هي دي نقطة البداية وليس نقطة النهاية علينا بقى اللي احنا يعني نعمل بقى دفع للاقصاد الهيكلي للحقيقي اللي احنا بنقول عليه الصناعة على رأس الاولويات الزراعة على رأس الاولويات التكنولوجيا اللي بالنسبة لي هم يعني انا شايفة اللي هي لو عايز نعمل معدلات نمو وقفزات علينا اللي احنا نتجي الى مجال التكنولوجيا نعم عندنا مشكلة فيه يعني لسه البحث العلمي والكوادر وغيره يعني لقى التعاون مع الصين على سبيل المثال لانها يعني قطعت اشوات كبيرة فيها يعني قد يكون مصنع واحد في مجال المايكروشاب او اشباه الموصلات قد يعمل لنا طفرة اللي هي ممكن تعقق الصناعة خلال فترة طويلة هو ده اللي انا قلت في مجلس شيوك كان الناس مستغربة يعني الصناعة مش مهمة لا الصناعة طبعا مهمة الاكتفاء الزاتي وتوفير الاحتياجات وكمان التصدير لكن الحقيقة اللي احنا شفناها يعني خلال السنتين دول في امريكا المجنفسن سفن السبع شركات العملاقة التكنولوجية عملوا قفازات ان شركة يعني الانفيديا دي انفيديا كانت وصلت عدد 2 تريليون دولار وهي يعني حاجة مهولة ما تزيد 100% في خلال ايام يعني معناها اللي انت لحانتك شركة ب2 تريليون دولار في مصر يعني خلاص رقا دي هي دي اللي اقول لك عليها نقعد عشر سنين ما نتكلمش بقى خلاص اه اتحلت مشاكلنا يعني فبالتالي زي ما بقول هذه نقطة بداية يجب استغلالها استغلال جيد هي زي ما بقول هي لازلت في قطاع الاستثمار الرغي علينا اللي احنا نستغلها للانتقال الى قطاع الاستثمار الحقيقي الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وبالتالي الحكومة انا بقول الحكومة يعني هتبتدي بقى يعني المفروض هي دي نقطة البداية فيه شوية تشريعات اتحطت فيه حوار وطني تم فيه اوراق عمل تمت انا دايما بقول السياسات العامة جيدة جدا لكن انا دايما بقول المرحلة التانية ودي اتمنى لو الحوار استمر بعد رمضان نسميع مرحلة الشيطان في التفاصيل نخش بقى التفاصيل نشوف مشاكل السياحة التفاصيلية والصناعة التفاصيلية وغيرها من المشاكل هارجع لمسألة التفاصيل دي بعد ما اروح لسات النقب احمد سامير دلوقتي انا اصبح في عندي تدفق من العملة الصعبة وده كويس جدا خلاص بقى موجود الحمد لله والشكر الله عندي ويستمر التدفق لمدة شهر ونص أو شهرين كمان اصبح زي ما كان بيتكلم سيادة النائب مهوني وايضا دكتور يوسري ان انا عندي الفلوس لكن انا محتاج اعمل اصلاحات هيكلية في البنية الاقتصادية بتاعتي انا بنيتي متعددة تترافض مفترض انه قال ان انا عندي جزء منها هارية عن طريق البترول او الغاز عندي جزء منها متعلق بقناة السويس عندي جزء من السياحة عندي تصنيع لبق سبيب بس مش هو ده الحلم بتاعي وعندي اقتصاد زراعي ومكملاته الى اخر وبعض الروافد الاخر بس انا عاوز اعمل اقتصاد استطيع الاتكال عليه اعملي بقى طيب في البداية كده ما حدث في مصر في موضوع رأس الحكمة هو بداية لامطلاقة ان استغلناها بشكل صحيح استغلناها ازاي انتنا النهاردة كان عندنا مشكلتين في الدولة المصرية واضحين جدا مشكلة الدولار عدم وجود دولار وقتحته في البنك المركزي وبالتالي بقى عندك سوقين سوق رسمي ما فيهوش اتاحة وسوق العملة الصعبة والسعر كان بينهم عالي جدا اللي حصل في رأس الحكمة والمشروعات الجديدة هو تدفقات نقدية دولارية بتقلل الجاب ده وبالتالي بتنهي السوق السودة في مرحلة من المراحل اللي احنا منتظرينها وبالتالي النهاردة استقرار لان كان اول عوامل الاستثمار ان ما فيهش مستثمر هيجي في دولة فيها سعرين للعملة طيب لما حالينا مشكلة الدولار نروح بقى للمشكلة الاكثر عمقا وهي الاستدامة الاستدامة تأتي من الانتاج والصناعة والاستثمار دول مشاكلهم ايه؟ مشاكلهم هم استراتيجية الدولة هل الدولة بتحل استراتيجيتها بشكل مالي؟ يعني هل احنا النهاردة مصرفاتنا اعلى من ايراداتنا فبنستلف بنقترض يعني او بنزود الضرايب؟ ولا احنا محتاجين نغير الفكر ده ونروح لفكر استثماري ان يبقى عندنا استثمارات بتيجي بتكنولوجيا حديثة عندنا انتاج ومصانع وتصنيع وبالتالي صادرات بكوالتي معينة بنتج منتج بكوالتي معينة قادر اصدره وينافس فيجيب للدولار لما اعمل كده يبقى عندي استدامة من ايديا ايديا اللي بصنع بيها وبنتج بيها اولاد بادي اللي بشغالهم مع التكنولوجيا الحديثة اللي بتيجي من مستثمر سواء مصري او اجنبي ده النهاردة بيخليني اصدر صادرات بحلم بيها تعدى المية وخمسين والمئتين مليار الحلم الاولاني كان المية مليار وترافع المية واربعين في الاستراتيجية اللي بعدها لكن ممكن نوصل لارقام اعلى من كده بكتير لو عملنا ده يبقى ده حلقنا الاستدامة في توفير العملة الصعبة واستقرار الاقتصاد لانه يبقى عندك تشغيل هيبقى عندك كمان رؤية واضحة جدا للدولة المصرية انها بدأت تتجه الى استثمار وانتاج وتوفير احتياجاتها بشكل كبير ليه بنقول كده دلوقتي لان الازمة اللي احنا مرنا بيها دي احنا بنمر بيها على فترات متبعدة كثيرا لان كل مرة بيبقى عندنا مشكلة في الدولار الدولة المصرية بتبقى وقعت فيها ازمة امتى بقى النهاردة بيبقاش عندنا المشكلة دي ونبقى مرايحين دهرنا كده لما ابنتج وبصنع وبحل مشاكل فطول الوقت داخلي فطول الوقت داخلي طب عشان اعمل كده اعمل ايه اشوف المشاكل اللي عندي عاملة ازاي اللي اول كده يبقى عندنا رؤية الدولة كلها تتكلم على الاستثمار على فكرة مصر الاكثر الدول الناجحة في طرح الرؤية والاراضة السياسية في تصور الحرب على الارهاب الجمهورية الجديدة طب احد هذه الحلول هي ايه النهاردة التشريعات والقوانين همة جدا لكن قد يكون النهاردة في مجال الاستثمار بنتكلم عليه بنتكلم على اكتر مثلا من 19 تشريع بعضهم فيهم مواد تتعارض مع بعضها الجمهورية الجديدة تستوجب عمل قانون اقتصادي واحد يجمع كل دوت ويطلع بقى يعني في قوانين النهاردة في الاقتصاب بنتكلم من سنة 70 ومن سنة 80 اصبح الوضع ملح ان احنا يبعدنا قانون واحد القانون بس مش واحد لا ما نغيرش في كتير لان الاستقرار اهم بكتير من التعديلات يعني النهاردة ما جيش قانون اقولها ايه هعدل في قوانين صدرت من سنتين من عدل في النهاردة قانون الاستثمار قدلنا في كم مرة كل ده سلبي للغاية لمناخ الاستثمار فيبقى تشريع سابت واستقرار تشريعي الجزء التاني التنافسية بيني وبين الدول التانية عمل ازاي ما النهاردة عالم صغير جدا المستثمر اللي انت عايزه يجيلك دوت ما بيجي يجي عندك وما يروحش تنزانيا ليه شوف انا مش هروح لك تجربة مغربية والصعودية والامارات عشان النهاردة في مميزات قد تكون اهم المشكلات اللي بنسمحها الولاية على الاراضي في مصر خاصة من الاراضي الصناعية مين النهاردة اللي بدل قادم بتتعدد الولايات وتتعامل مع اكثر من جهة مشاكل الجمرك الجمرك البضاعة اللي بتقعد في الجمرك احد المشاكل اللي ممكن تكون بتخرج شركات من مصر عشان لما بيقارن بينك وبين دولة تانية بيلاقي ان انت عندك بابسط السبل يعني البضاعة بتقعد لك بالشهور في دولة تانية بتقعد بالايام يبقى لازم اشوف انا واضع ايه يبقى عندي ارادة حقيقية ورؤية لمستقبلي ابقى شايفة نرايح فين والنقطة الاخيرة اللي اقولها لك يا استاذ يوسف ان احنا محتاجين كل حاجة نعملها ايه اللي يا جو خلتها استاذ يوسف شاعل هوا بس شاعل هوا جدا ماش يا جو اللي احنا كل حاجة بنعملها محتاجين نحط لها جدوى الزمني يعني ايه جدوى الزمني يعني احنا بنقول هنعمل ده لكن انا نفس اعرف هعمله امتى وليه النهاردة بتحقق منه قد ايه دي مشكلة حقيقية بتواجه الدولة المصرية وبتواجهنا ان النهاردة مفيش حاجة شايفين لها رؤية بجدوى الزمني مرتبط بتحقيقها لان ده لو حصل الناس كلها هتبقى في الشرع فهمة ان النهاردة المشروع ده هيتعمل في وقت معين هيدر المصر للسلسلسمرات بكذا ووضع كذا لكن النهاردة الكلام في العامة كده ان هنبقى نعمل ما بقاش النهاردة في عشرين اربعة وعشرين بيخليني اقدر حاسب وقدر اقولي النهاردة اه تعمل طب ما تعملش ليه طب ايه اللي حصل فيه فقدر حاسب لان فيه جدوى الزمني حاجة الاخيرة مصر ووضعها في المؤشرات الاقتصادية الهمة مؤشر التنفسية مؤشرات الحياد والحريات الاقتصادية مؤشر زي مؤشر حريات الاقتصادية في مصر ترتبنا ضعيف للغاية قد نكون نصل الى مرحلة القمع في الحريات الاقتصادية طبقا لمؤسسات الدولية اللي بتقيم ده على 12 مؤشر طب النهاردة ما بفيش مشكلة انا في الليفل ده السنة الجاية هعلم انه من الليفل 49.6 اللي هو ترتيبي من 100 نقطة الدولة 153 من 181 اوصل السنة الجاية بقى ترتيبي حاجة 52 53 ويبقى مستوية عالي السنة اللي بعدها يعلق مع وثيقة ملكية الدولة ومع الجذب الاستثماري الاخير ان استمرنا بنفس الوتيرة يبقى انها ساعتها ترتيبة هيبدأ يطلع لفوق لو حققت اللي بتقول بس يا فندم ما تقوله اذا تم تحقيقه يعني النهاردة قلت وثيقة ملكية الدولة الهدف خروج القطاع الحكومي بشكل كبير من الاستثمار العام وزيادة حصة القطاع الخاص ل65% خلال ثلاث سنوات من ديسمبر 2020 النهاردة هل هتحقق ده في ديسمبر 25 طب النهاردة فات ما يقرب من سنة ما يقرب من تلت المؤدة حققتها ده ايه طب في معوقات هي ايه لازم اللي تقولوا تعملوا لو اللي بتقولوا بتعملوا هتطرح ثقة داخلية وخارجية وبالتالي كل مؤشراتنا هتحصل لو لي مؤطعة قبل ما نروح دكتور يوسري اعتقد جزء من العطلة وتحديدا في الطروحات الحكومية لكن اضطرحاها الحكومة الطروحات الحكومية كانت متعطلة لانا عندي سعرين على الدولار وبالتالي التفاوض مع رأس المال اذا كان رأس المال عربي او اجنابي او محلي تفاوض صعب هو عاوز يحسب على سعر وانا عايز احسب على سعر لما يحصل استقرار او توازن نوصل لقطة التوازن في اسعار الصرف كده الطروحات اللي بتعملها الحكومة هتبقى التفاوض فيها اكثر وضوحا اكثر شفافية ومن ثم اكثر مرونة ومن هنا اقدر ابقى بتحرك اللي هو ايوة انا بفعل رؤيتي في وسيقة ملكية الدولة وبتخارج من بعض الانشاطة وبعض الملكيات وبترحى للقطاع الخاص وهو اللي يدير وهو اللي يشتغل طبعا مشكلة الدولار كانت مشكلة اساسية وكمان رؤيتنا في طرح الشركات دي ما هو ممكن كنت اقول لك في حل تاني انا بطرح لو بحدد سعر الشركة بالدولار تمام من الاول فهو بعشرين دولار وانا عايزه بعشرين دولار ايا كان سعره ايه انا مقيم شركتي دي بعشرين دولار تمام لكن هي القصة فين القصة ان احنا لازم نقول اه تروح حتى الجلب بسبب موضوع العملة قد نوصل لهذا الشكل لكن النهاردة لازم الناس تبقى فهمة الاقتصاد يعتمد على الشفافية وطرح المعلومات لو النهاردة المعلومات مطروحة وهقول النهاردة انا عندي مشكلة في ده يبقى فهمت ان انا متعطل عشان عندي مشكلة هي دي النقطة اللي احنا بنقول ان رأس الحكمة هي بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري ان تم تحقيق استفادة وازاي نتحرك في النواحي الاقتصادية بشكل اكثر دقة عظيم جدا هنا انا ما عنديش فاصل صح نقدر اكمل عشان انا نعلم بك الفاصل لسه قدام الخمس دق طيب هنا هرجع مرة تانية لدكتور يوسر الشرقي واعتقد عنده تعقيب على الكلام زائد السؤال اللي انا بقى بضيفه الا وهو انا او بالاضاق الصينيين عملوا عندهم تراكم رأس مالي بخمة جدا خلال السنين الطويلة اللي فاتت وبسبب تراكم رأس مالي بخمة بدأوا يتمددوا الى خارج الصين دخلوا افريقيا من بدري وبعدين بدأوا ينفسوا الامريكان في امريكا اللاتينية وما الى ذلك طيب الصين جاية عندي جاية عندي بمنطق الشريك التجاري الشاطر ولا الشريك الصناعي الشاطر طيب قبل ما ندخل على الصين انا هتكلم على فكرة انه المرحلة اللي احنا فيها دي احنا من حوالي كم سنة كده كتير جلنا مستثمر امارات اشترى حصة في شركة كبيرة جدا في الكميونيكيشن في القطاع الاتصالات وكان رقم كبير ايامها زي الرقم ده وكنا فرحانين جدا وبصرع صرفنا الرقم وخلصناه فالفكرة كلها احنا محتاجين نقول حاجة هنا اول حاجة اللي ضمن نجاحك في اقتصاد مستدام الابقاء على سياسات التقشف الحكومي والترشيد الانفاقي سواء الغير انتاجي رئيس الوزراء ده رقم واحد احنا نعتبر ان الفلوس ماتش يعني بالزبط كده العب بقى على انك انت ايه مفروض انك تكسب 4 صفح عشان ان ماتش التاني ايسا عندك مباراة هده ده حاجة مهمة جدا اه ولو مبصناشت دي هنخسر كتير سياسة تجديد النقدي وانك تساعد على تدخم بتاعك وتفضل تستمر كده ده مهمة جدا في سياسات النقدي حاجة تانية مهمة جدا انا المفترض انه في حاجة اسمها الهيكلة الاستثمارية في مفهوم جذب الاستثمار لاجناب المباشر يعني الصفقة دي خرصة دبلوماسية رئاسية وحكومة رئيس دولة رئيس الوزراء عندي قطاعات اخرى القاسم مشترك شغلها 24 ساعة هو جذب اسمار فلازم يبقى عارفين بمنتهى الشفافية والجهات الرقابية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ يبقى عارف قويس جدا الهيئة الفلانية بتاعت السمار هتجيب كام والهيئة التانية هتجيب كام وده هتجيب كام لان احنا هنعتمد كل مرة على ان العدلات كل ده تقف ويجي حد يجيب للحزام بتوقطها النجاح بشي نعرف نحقق معادلات في جذب اسمارك دابل وباشر تحقق الفوائد اللي سيادتك بتحلم بيها عشان توجهها في صناعة زي ما الصناعة عملت او غيره حاجة المهمة جدا برضو ان في امور معينة لازم بعد ما نثبت السعر العملة الدولارية مع الجنيه نبقى عارفين كويس جدا ان ده هيزبط معايا حاجة جديدة اسمها تحولات المصريين بالخارج طبعا وده نزلة عشرة و 11 مليار دولار في السنة الواحدة من 33 إلى 22 طب انا هشتغل عليهم بنفس البعد القديم واعمل لهم قانون يجيبوا سيارة واعدلوا 17 مرة في 3 شهور لا احنا محتاجين نشتغل بفكر خارج السندوق في التعامل في جذب الاستثمار من المصريين بالخارج كاستثمار مش كتحولات صح بمعنى صح هقول له تعالى بقى ده انا عامل منطقة صناعية اعفى 50 سنة عشان انت مصر والمنطقة الصناعية دي لو انتوا 10 سنة لجيب من السعودية هاديكوا تعملوا مصنع والمصنع ده مستلزمات طبية وهاخد منتجه انا كدولة هقس الشركة هاخد اوديها الافريقية شبه حكومية الدولة بتحسي الشركات وده المفروض يبقى فيه نموذج جديد للتعامل مع ملاف المصريين بالخارج من الجانب والمنظور لاستثماري لانه كل واحد في الخارج بحتاج جامل حاجة في مصر حاولنا في مصر نستطيع حاولنا بتعليم اللغة العربية لكن دي كلها محاولات جميلة جدا في صعيد العلاقات المصرية مع ابناءنا في الخارج لكن في صعيد الاستثمار محتاجة شغل المختلفة يعني مسألة التحويلات بمفهومها الكلاسيكي ده عادي جدا خلاص كفاء دي ماشية اساسا يعني عارف باي مين ونظر باي دفولك تجي شغالة لكن انت عشان تعمل برامج لجذب الاستثمار من المصيرين بالخارج ده معمول في دول ولازم في بعض الاحيان بلاش نختلع العجرة ياريت نجشها اسهل فيما يتعلق بمسألة الوسيقى تملكية الدولة والدخارج هو كان فيه عائق قاله السادة النائب احمد سمير اللي هو سهل العملة لكن كان فيه عائق اخر تطبيق وليس تشريع وهناك فرق كبير يراه المستثمر في المساحة ما بين التطبيق والتشريع عندك تشريع مش عارف تطبقه فيه قانون التنافسيح الحياة دي عندك قانون كان فيه قانون صدر من ستة شهور يتعلق بإيه برفع الاعفاءات عن الدربية وغيره عن مشروعات الدولة يعني يبقى فيه هنا تخضيع يبقى زي وزي فيه هيحقق التخضيع هذا التطبيق ده كان مهم جدا وكان مؤثر جدا برضه على عمية الشرع انا مش مكانش عندي عنصر واحد بس مش عنصر السعر بس انا عندي تلافسية الحياة دية وعندي عدم تخضيع بعض شركات الدولة الى بعض الاوعات الدربية وبالتالي دي كلها كنتمأسرة معايا عشان كده المدة الزمنية اللي قال عليها النقب احمد سمير عشان تنتهي لازم تحل كل المشكلات دي في وقت واحد في معادلة واحدة وبسرعة لازم فعلا نشتغل في كل موضوع بجدول زمني حتى الفض في النزاع الاقتصادي والاستثماري لابد أن يقول له جدول زمني لما يستثمر عندك في مصر ويحصل بيني وبينك خلاف اعرف ان خلال السنة المهم حدد لي الفترة عشان عندي مزينيات وموازنات مرتبطة بأسهم مشاركات ووضوع اجراءات قول لي هنفصل في القضية دي بس في سنتين يعني في بعض الدول زي فرنسا مثلا لما يحصل نزاع اقتصادي تحديدا تخش المحكمة يقول لك من تاريخ تقديم الطلب هتحصل على الحكم النهائي في 18 شهر كل بقى الاجراءات في المنص حكم أولي تطعن عليه كل دي فحنا المفروض نوصل للمعادلات دي ما تحبوش ده موضوع تاني ما حدش قد خش التانيات انت امام 18 شهر ليه سيادتك بقى عشان سيادتك عندك مزينيات بتقفلها وعندك فلوس هتبقى خسرانة او كسبان وهتخش على مزينيات عندك وهتخش على اربع وتخش على ضرايب في كل دي التراكمات دي بتبهدلك المعدل لاستثمارية حتى تنصر من الدولة تنصر من الدولة وفكر بطالقة تانية خالص وبالتالي احنا لازم نشتغل في الامور دي بالشكل ده حاجة المهمة جدا ان انت عندك ايضا شهريان بيغزل قلب الدولاري سيح ده لو انا معرفتش اشتغل عليه بفكر مختلف تماما وانا عايز اتكلم هنا على السياح العلاجية فين قانون السياح العلاجية انا لو جئت تعريكة عندك وحصل لي مشكلة هتحاسب ازاي وهتحاكم ازاي وبقاني القانون تفصل لي فيه مفيش دولة بتاعة السياح العلاجية بدون قانون السياح العلاجية بدون منظومة وقانون مانوال ليه عشو واحد بيخلع ديرس وفي الغداء بقى 1000 دولار وحب بيخلع بـ 500 دولار لازم اعرف خواس جدا الكريتيريا ايه علشان دي مفهوم مهم جدا في السياحة الاستشفائية او في السياحة العلاجية وسياحة الصحية كل هذه المفاهيم وانت دخل افتح متحف الكبير ودخل على 8 مليون متوقعين يجو في رأس الحكمة وسياحة تانية اذا انت امام فكر مختلف جدا في الاستثمار السياح هنا تقدر تعمل بقى الفوائد دي كلها وتحولها الى انتاج زراعي وانتاج صناعي تقدر تصدره وهنا لابد ان يرتفع رقم الصادر وتقدر تحقق الميت مليون دولار بس مش حقق الميت مليون دولار وانت ما عندكش معادلة بتشجع فيها توسيع قاعدة المصدرين ويبقى الوضع كما هو عليه اذا كان في كل قطاع او في كل مجلس هم اكبر عشرة بحققوا 90% من رقم والباق يقول له فلازم توسع قاعدة المصدرين توسيع قاعدة المصدرين وتوسيع قاعدة المستثمرين يوسع قاعدة الخضائقين ضربيا يبقى تتعافى الموازنة بتاعتك يبقى تعرف يبقى عندك اقتصاد يعود على الناس على الحال غير كده مستحيل مش هتقدر تحقق المعادلات دي توسيع القاعدة بمعنى ايه وقلت قبل كده معك في حلقات كتير وبكره لما سألنا الالمان ده بيصدر بخمسين الف يورو وده بيصدر بعشرة مليون يورو بتدعمه مين اكتر قلب وخمسين سألناهم ليه قال ده مستقبل المانيا ده عارف الطريق احنا المعادلة عايز تتعاكس شوية المعادلة عايز تتعاكس شوية عشان توسع لو عندك ثلاثة بيصدروا بمليار لو بقوا ستة هيصدروا باتنين مليار لو بقوا تسعة هيبقوا بمتنشر مليار طبعا مايبقاش بيحطوا عاداته الدولارية في موريشوس يعني عاملت ضبط زي بتوع السياحة بالزبط بالزبط يعني موريشوس وحتة التانية بس خلينا في موريشوس دلوقتي طب أنا سأزن هروح لفاصل وعايز أرجع بعد الفاصل لسادة النائب محمود سامي بتعقيب على كل ما تفضل السادة الأفاضل بذكره زائد انه انا رجل ماركسي هنخرج الدولة حلو؟ وانا يا صاري هنخرج الدولة واسيب الدنيا كده؟ لأ أنا هجيلك بالمفاجر لازم يبقى في عندي شيء ما يضمن إلى إنه أهلنا أنتو كلكوا بهوات ولاد بهوات أهلنا يضمنوا إنه هم عايشين ووكلين وشربين ولبسين ومتعلمين وسكنين ودخلين الجامعة ومتثقفين وبيحضروا حفلة وهم ماركسيين احنا بالنسبة لنا الثقافة زي الأكل والشرب مع بعض هنعمل إيه؟ فاصل ونكمل الكلام طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية كل ترحيب بضيوفي الأعزاء داخل الستوديو قلت هرجع لدوء سات النائب محمود سامي بتعقيب على كل ما تفضل سادة الضيوف بالإدلاق به ثم يجي السؤال أنا مش عاوز وإحنا بنفكر في إعادة هيكلة الاقتصال وإصلاحه الهيكلي ويحصل تخرجات ووثيقة ملكية الدولة ألاقي المواطن واقف أعزل فجأة ومخضوط يعني طبعا بالنسبة للتعقيب ما عنديش تعقيب كتير يعني طبعا أحمد سامير النبي أحمد سامير صديق وسيامنا هو في كتابة ورقة عن مشاكل الاستثمار وعرضناها يعني مع بعض في مجل الشيوخ يعني فطبعا ما يقوله هو ده اللي احنا متفقين عليه من فترة طويلة الدولة قطعت شط كبير في وضع العنوين أو السياسات ووثيقة ملكية الدولة وغيرها لخصة زهبية تعديل قانون الاستثمار لكن إلى الآن لم نجني استثمار الحققية وده جايز يكون أحد المسببات الرئاسية أن دائما الاستثمار الأجنبي بيفضل الاستثمار السهل والاستثمار السهل دائما هو العقاري ليه لأن انت على الأقل لديك ملكية ثابتة وعقار ثابت والعقار زي ما بيقوله ده يمرض ولا يموت وبيزيد قيمته فبالتالي هو دائما الاستثمار العقاري هو الجاذب ليه خصوص الاستثمارات الخليجية لكن احنا زي ما بنقول عايزين ننتقل لأن رقم الكبير بتاع رأس الحكمة ده كان ممكن يعمل لي مصنع زي اللي احنا كنا بنتكلم عليه زي مثلا تايوان سيمي كوندكتور ده امريكا بلدو حطته في تايوان دعما لهذه البلد النهال ده بيعمل لها يعني المصنع ده بجيب 42 مليار دولار سنويا يعني قد حجم صادرات مصر كلها يعني فبالتالي الشيطان زي ما بيقول في التفاصيل التفاصيل كثيرة في السياحة وفي الصناعة السياحة التجربة السياحية الفيز السياحة العلاجية ولسه كنا بنتكلم خارج الاستوديو اللي اتعى في السياحة العلاجية عندنا كم من الافارقة يوردون العلاج في مصر لكن عشان لدينا حساسيات قديمة بياخدوا وقت كتير ست شهور ممكن عشان يحصل على الفيزة نتيجة موفقات متعددة فبالتالي هو الراجل أصلا يعني جايز يتعالج وست شهور جايز تكون حياته كلها المتبقية لأنهم غالبا يعني بيتعالجوا من أمراض عضال ربنا يحفظك ويحفظ مجاهدنا فبالتالي راحوا للمغرب وراحوا لتونس وده البند ده ممكن يجيب لنا مليار وشوية كده يعني سياحة لجيئة لو سهلنا بعض الإجراءات وديه تشغل الدكاترة والمستشفيات وغيره ننتقل إلى النقطة اللي احنا متوافقين علينا وانت بس هم لأ هم يامنيين أيه بس مش رأسما ليه وحشد والرأسما ليه طريبة يعني هذا فاحنا طبعا يعني حزب مصر الديمقراطي احنا سنتر ليفتي يعني يعني لدينا الجنب اليسار الوسط هم جدا على الجنب الاقتصادي انا كتبت وثيقة في الحوار الوطني قدمت في أولوات السمارات العامة قلت ان وثيقة سياسة الملكية الدولة وثيقة مؤقتة لانها ليه اهدف لثلاث سنين والتخلق وكين لكن احنا كنا حرصين في الحوار نعمل حاجة اسمها دور الدولة في الاقتصاد صح تكون وثيقة دائمة تيجي الحكومة دي او الحكومة اللي بعدها او اللي بعد بعدها هو ده الفريمورك اللي احنا نلتزم به دي دي لا تصر على ان دائما القطاع الخاص لا يمس لا يمس عندما لا يستطيع او الحاجة او لا يستطيع تقديم الخدمة بالجودة الكافية فبالتالي تخش الدولة انا عشان كي اقول لك اعمل لك مفاجأة اللي احنا يعني لا ياجب اللي احنا نفضل ماشيين على خط مستقيم دول كلها في العالم الرئاسمالية وغيره بتتحرك حسب المعطيات لو القطاع الخاص مش جاهز مثلا للدخول فيه صناعة سقيلة مش معقول اقول التنافسية انا مش عاملها لا هعملها الى ان تأتي وبعد كده نخرج زي ودي تجربة كوريا مثلا الجنوبية في سامسونج يعني هي اللي بانت سامسونج وكبرتها الى ان اصبحت نضيجة واصبحت هي في حد ذاتها دولة اعطتها للقطاع الصين بتدعم يعني انا عملت يعني عملت بره كتير جدا وشفت الاستثمارات الصينية واحتكت بمستثمرين صينيين كده معظم اللي التمويل بتاعهم يأتي من الحكومة الصينية صحيح بيبقى الشاركة كمان من بنك الزراع الصيني وغيره لانها عايزة توطن مثلا البطاريات عايزة تحتكرها في العالم بطاريات العربيات الكهربائية فبالتالي اي شركة تيجي تقولها عايزة تمويل عشان انتج البطارات الكهربائية او اتعاون مع شركة في المانيا وبتاع تعطيها التمويل عشان توطن هذه الصناعة في الصين فبالتالي وصيقة الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها دور الدولة في الاقتصاد لا تتكلم على يعني وان وي اللي هي التخرج في كل حاجة لا ان الدولة تتخرج عندما يكون القطاع الخاص قائم بأعماله على الاكمل وجه ويقدم الجودة ويقدم السعر العادل وكل دي لكن هذا لا يمنع ان الدولة لو لات القطاع الخاص لا يستطيع لا يقدر عنده مشاكل في رأس المال العائد بالنسبة له قليل عليها اللي هي الدولة تخش مرة تانية ويعني تنتج وتصنع وتراقب الى ان يأتي القطاع الخاص فتخرج من هذه الصناعة عشان اللي هي الحياد التنافسي يعني ده ايضا الجنب الاجتماعي بقى احنا بكرة عندنا في مجلس الشيوخ انا والنهاب احمد سمير قانون جديد اللي هو قانون الضمان الاجتماعي ده بيتكلم على الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة توسيع قادة المستفيدين تم توسيعها بشكل كبير جدا ووضع اولويات وتسهيل في الاجراءات بحيث لان دي احد متطلبات كمان السندوق يعني دائما تأتي نظرية المؤامرة ان السندوق دائما شرف وهو اه طبعا فيه نواحي سياسية كتيرة لكن السندوق النقد الدولي عندما طلب من مثلا تخرج الدولة والحياة التنافسي ودعم الصناعة وترشيد الانفاق دائما يقول الضمان الاجتماعي يجب ان تكون احمالة اجتماعية الدولة لا تستقر من غير احمالة اجتماعية فبالتالي احنا بكرة رحين نناقش قانون بالنسبة لي انا كمعارضة هراوح اوافق على 800% لن ارفع ايدي بأي نوع من انواع المعارضة المعارضة لما توافق اه لان هو ده هذا ما هو ده اللي احنا ما نسعى اليه اللي هي الاقتصاد الحر المضبط وفي نفس الوقت حماية الطبقات الغير قادرة اللي هي زا ما بنقول بقى زاو الهمم والمسنين والفقراء وغيرهم اللي احنا بنحاول يعني نجد لهم وظيفة وده جوا القانون كمان عندما نجد وظيفة للمستحقين مع شات المشروطة وغير مشروطة التكافل او كرامة يخرجوا بقى من هذا النطاق ونبتدي يعني نقل اللي هي هذه الفئات قدر الامكان فبالتالي الاقتصاد ليس مبني على اقتصاد حر غير منضبط لا اقتصاد وطني او اجنبي لديه ضوابط لديه طبعا حياة تنفسي كامل اللي هو لا ينفسه احد لكن هذا لا يهمل اللي احنا عندنا زي ما بقول الضمان الاجتماعي عندنا قانون العمل داخل مجلس النواب قريبا وده بلده احد شروط الصندوق او جهاد البنك الدولي وغيره اللي يكون هناك قانون عمل منضبط يعمل في توازن العلاقة ما بين الشركات والعمال ده ياخد حقه ده ياخد حقه وكيفية تنظيم المفاوضات بين الاتنين فبالتالي يعني حتى الدول والمؤسسات التي نطلق على الرأس مالية حريصة اشد الحرص على توازن العلاقة والسلام الاجتماعي الضمان الاجتماعي التأمنات الاجتماعية علاقات العمل الحد الأدنى للأجور اللي احنا زودناه يعني احنا قبل ما ناخد اي حزم في موضوع عملية تحريك الدولار لو هيتم كان الضمان بالزبط قبل ما نتكلم نرفع الحد الأدنى للأجور ونسعى اللي احنا نطبقه كمان على القطاع الخاص اينام القطاع الخاص يعني بعافية شوية لكن يجب اللي هو كمان يطبق عليه الحد الأدنى للأجور بحس تتوازن العلاقة عشان كده انا بقول يعني رأس الحكمة خبر يعني جايز يكون ايجابي مفرح ان فيه استثمار النبي مباشر لكن كما اتفقنا نحن الثلاثة على الترويز وما حضرتك ان هذه نقطة بداية وهناك تفاصيل بقى لاحقة كثيرة حلو جدا هروح لقسة ابا احمد سمير ومسألة ان انا علشان اضمن هذه المسارات اظن انا محتاج ان انا يبقى في عندي شفافية ضريبية وشفافية في الرسوم يعني انا كل ما بتكلم مع حد مستثمر مصري او اجنابي او عربي يقول لي انا مشكلتي ان انا مش عارف مطلوب مني ايه مطلوب مني كام طيب سيما كده هنبدأ الكلام في المرحلة الحالية في الاقتصاد رأس الحكمة هي البداية بالمبدأ الخاص ان هناك مبدعين وهناك منفزين مصر تحتاج في المرحلة الحالية ابداع في رؤية مختلفة واستراتيجية مختلفة للاقتصاد يأتي من بعدك لينفزها لان الطريقة المنهجية اللي انت ماشي بيها قد تكون ستكرر الازمات مستقبلا ان لم تغيرها احد الحاجات الهمة جدا انا بكلم على الاستثمار تحديدا ان النهاردة المستثمر مش عارف حصيلة الدولة اللي تاخدها منه حصلت الدولة دي بتاخدها منه درائب وتأمينات ورسوم في مجالات مختلفة يعني اللي بيشتغل في التعليم غير اللي بيشتغل في الصناعة دي غير اللي بيشتغل في الصناعة دي طيب بتاخدها منه ازاي يعني ايه بتاخدها منه ازاي انا نقل في شركتي او في مصناعي بلاي داخل علي واحد درائب عقارية اللي بعدينه درائب ارباح رأسمالية بعدينه درائب الدمغة بعدين الرسوم الجهاز بعثين الرسوم مش عارفة للمدحي طيب توحيد توقيت وتوحيد شخص يتعامل في كل أنواع هذه الدرايب وأنا ما قلتش نخفض الدرايب أنا قلت يبقى فيه توحيد للسياسة التعامل أبقى شايفها كلها قدامي أبقى شايفها وأبقى عارف وأنا بقى عمل حاجة مهمة أول المستثمر اسمها دراسة الجدول الاستثمارية صح إيه أنا الحصيق الدولة تاخد مني كام ما تيجوا نحط من عشرين خمسة وعشرين لعشرين خمسين خمسة وعشرين سنة إن في المجال ده حصلت الدولة تلاتين في المية وفي المجال اللي أنا عايزه حصلت الدولة عشر في المية وفي المجال اللي أنا مش عايزه حصلت الدولة خمسين في المية فأنا كمستثمر جاي أنا عارف هدفع أنا عارف هدفع للدولة كام ليه بقى؟ ده مستقر معايا من لحظة ما بدأت المستثمر خمسة وعشرين زي ما أنا بخترحها أنا وأنا في طي كلماتي في هذا البرنامج معاك بحاول أضع بعض النقاط للحلول النهاردة لما ثبت لمدة 25 سنة كسياسة استقرار اقتصادي للمستثمر هيجي لك النقطة كمان المهمة قوي ان احنا النهاردة لما بنتكلم على زي ما يصل به طرح مثلا المصريين في الخارج طيب ما عندنا صندوق مصر السياتي في نص قانونه قانون 177 لسنة 2018 بيقول ايه ابتكار ادوات استثمارية جديدة ومبتكرة طيب ما اجيه النهاردة ابتكر اداة مع المصريين في الخارج واقول النهاردة ان انا كسندوق مصر السياتي هعمل ده بالطريقة دي وبعد جلسات مع المصريين في الخارج لاستثماراتهم عندنا ارقام كبيرة جدا للمدخرات وليست التحولات المصريين في الخارج في البلاد اللي هم فيها طيب ازاي افدهم النهاردة وتبقى اللي انا هقوله ثابت ويطرح الثقة لان الثقة في الاقتصاد هامة جدا هو ليه النهاردة بلا اكده يقولك لا احويشهم برا ان هو مش واثق اللي جاي ايه مش شايف اللي جاي ايه مش واثق هل انت هتقوله هتنفزه ولا لأ يعني احنا بنتكلم على وصيقة ملكية الدولة في طرحها 3 سنوات في الاستراتيجية اللي خرجت من مركز المعلومات 8 سنوات 21-30 طيب هي 3 ولا 8 طيب هل حصل متغيرات لازم يبقى فاهمين واحنا بنشتغل على الاقتصاد ان الناس بتذاكر والنهاردة هو عايز يستثمر في البلد هنا صندوق مصر السيادي له دور في المرحلة القادمة خاصة ان قوته وما يسوف يطرحه من ادوات مبتكرة تبقى لقلوله هيساعد بشكل كبير نقطة تانية مهمة اوي البورصة اداة تمويل رخيصة جدا للشركات طيب الصناعات اللي احنا بقوله عايزين نكبرها النهاردة الصناعات الصغيرة والمتوسطة او حتى الصناعات الكبيرة اللي عايزة تمويل والنهاردة ممكن يروح البنك وانت بتتكلم في الفاصل كده قلت بعض المستثمرين هو مش عارف يروح البنك البنك ما بيقبلش او بيطلب منه اشتراطات صعبة طيب مطرح الشركات في البورصة عنصر مشجع جدا طيب البورصة ايه مشاكلها محتاجة بعض التشجيع للشركات لدخول البورصة كتمويل محتاجة نلغى عليها درايب الارباح الرأس المالية عشان اخلي في تشجيع ليها اخليها مصدر هام جدا وبص على التجربة المصرية الخالصة للشركات اللي كانت بتنزل اكتتابات في البورصة وبتنجح بشكل كبير جدا مصرية سلاط اموك وغيرها من الشركات اللي كانت هنا تقريبا فترات بنزل شركتين في الشهر وبينجحوا وبيدخلوا تمويل الشركات وبيدخل مستثمرين جداد وبالتالي دي كلها شركات موجودة في مصر فهتزود الحصيلة بشكل كبير جدا النهاردة الرؤية العامة للاقتصاد لازم زي ما قلت لك يا يوسف اشد الخط ده واقولي انا محتاج النهاردة هروح فين طيب هنا هروح بسرعة لدكتور يوسري الشرقاوي بنقر على كل ده وانا كمان مش محتاج ان انا اخلق شراكات صناعية مبيني ومبين بعض الدول في افريقيا طبعا اول حاجة انا رس بقول انه هنا كل اللي قاله النهارة من سامير والنهارة محمود سامي انه ده كلام جميل جدا احنا مازالنا بنفتقد الى ارادة التنفيذ ارادة التنفيذ التشريعات احنا اول ناس عاملنا تشريعات وبنعرف نعمل تشريعات كواس قوي وبنعرف نجزها ونصدق عليها لكن ارادة التنفيذ دي مشكلة جدا جدا عندنا في مصر بدليل ان احنا كل ما خططها لشبكة الطرق الجديدة في مصر كان مخطط من سنوات كتير لك لما جاءت ارادة التنفيذ انه تعمل شبك الطرق لمصر وتعمل عادة تهيله طرق مصر وكبال مصر كان مشروع في ارادة التنفيذ استحدثت عليها حاجات اكتر وزودت اكتر لكن عندك ارادة التنفيذ اذا نتفق في الاتصاد بدون ارادة التنفيذ بسوصل لحلول قرارة الافريقية لازم نخشها عن طريق شركات صناعية مش عن طريق فتح الباب وليديهم الكونتينر ونمشي صح ما عادش هتمشي صح الناس كلها تتورط والناس كلها بقى يتفكر زي ما انت بتفكر انت بتفكر تجزيب السمار ليك هو فاكر برضو يجزيب السمار دولته عنده عدد سكان بزيد وطلع من استعمار واستحواز ميتين سنة مع الاستعمار ومية مع استحواز الصيني وغيره فبالتالي هو عايز يفكر عنده كمان حساسية حساسية فانتازل تروح وتقوله تعالى انا النهاردة مثلا اديت مثال قبل كده احنا بنتكلم بقى لنا مثلا شهرين ثلاثة في مصر على مية اتنين وخمسين سلعة ممكن نصنعهم في مصر عشان نحل الولدات فيهم عشان نعفل تلاتين مليار تب المية واثنين وخمسين دول كل خماتهم متوفرة عندي ممكن يكون لا تب الملع لما صنع عشين منهم في دولة افريقية وتبقى المتالية دي جاي من افريقيا ومية وثلاثين صنعهم هنا وفي المقابل اقوله تعالى ستدار لك كذا الموضوع محتاج نشتغله بشكل فيه توسع لدخول التعريف السوقي والصناعي لمصر انت النهاردة معلكش تعريف صناعي في العالم بعد القطن المصري وبالتالي انت محتاج الى صياغة وعشان نبقى واضحين هي الفكرة مش اقتصاد تكنولوجيا اقتصاد رقم اقتصاد في حاجة اسمها في العالم بتدرس حاليا اسمها الاكونوميك كومبلاكستي وده علم بيدرس في جميع عن حال العالم متقدم جدا بيشوف بعد عشرين سنة اللي هتمتلك فيه النوهاو اللي هتصدره زي اللي بيجيب سائح يقولك انا جبت 15 مليون سائح بس مالبو 100 دولار واحد جاب مليون سائح بس نبو 10 تلاف دولار فمش مهم تصدر بكام هتصدر ايه جبلك ربح قد ايه ودي موضوع مهم جدا فهتروح بصناعتك وبالنهاء اللي معاك وبخبراتك فوايد الاستثمار دي لو دخلت على عملية البحث القلم التطبيقي تقدر تمتلك سر الصنع وتمتلك النهاء وتعرف تروح تبيع للناس دي وتصنع عند الناس دي لانه سوء قوامه ومليار وتطبيق مليون بيغازر كل الدول العظمة في العالم وانت مازلت بتصداره خمسة عدة من عشرة مليار في السنة ولانا المزيد من الجلسات الحقيقة علشان نقدر نتكلم في ده اما مسألة كمان افريقيا دي موضوع مهم جدا يعني انا عايز اشوف كده ايه سمعت عاد الشراكات بتحصل ما بين مصر والمغرب عايز شباهها تحصل مع كود ديفوار عايز بس احنا شغالين مع تنزانيا الله ينور يعني عايزين بس نزوي دكتور من كده انا عايز اشكركم جدا على وجودكم معي النهاردة صهرتكم بس انا استمتعت جدا بالمناقشة خصونا ما كانتش مناقشة مختصرة كما تعودنا دكتور يوسري عارض مناقشات بالمختصرة ده هم سؤالي ده جماعة كده ومروحين الحمد لله المراضي اتكلمنا شوية حاولنا نلم أكبر من زاوية في جوانب الموضوع كل شكر لحضراتكم كل شكر سيد النائب احمد سامين نورتني سيد النائب محمود سامين نورتني دكتور يوسري نورتني ألف ألف شكر شكرا جدا لحضراتكم وسوان يكون موجود معاكم كريم رمزي زمنه داخل حالة وبرنامجه رقم عشرة أما احنا لو كلنا العمر هنقابلكو بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات